تعالوا النهاردة نعمل مع بعض كيكة البرتقال انا بعشقها جدا وبعتبارها كيكة الشتة الاولى هنعملها النهاردة مع بعض اقتصادية جدا جدا بدون بيت بدون لبن بدون مضرب اي حد ممكن يقدر يعملها بدون اي تكاليف خالص خالص يلا بنا نستميلها ونشوف اول حاجة جبتي بقولها عشان نحضر فيها مقونات الجفة عندي هنا كوبتين ونص من الدقيق عندي كمان معلقة كبيرة من النشا باك وكامل من الكيكشف ورشة من الملح وزا ما انتم عارفين اي كيكة لازم انخل فيها المقونات الجفة كويس جدا علشان ندخل فيها الهواء فانا هنخلهم كويس جدا بالشكل ده وبعد كده هركنهم على جنب هتجيب الخلاط بتاعي وهحط فيه كوباية واحدة من السكر عليها نص كوباية من الزيت طبعا نفس الكوباية اللي احنا بنعير بها عليها كوباية ونص من عصير البرتقان المركز يعني عصرته في الخلاط من غير مية ومن غير سكر عندنا كوباية ونص من عصير البرتقان عليهم معلقة كبيرة من الخل وهضربهم كويس جدا جدا في الخلاط يعني حاولي دقيقتين ممكن طبعا نستغنى عن الخلاط ونضربهم بالمضرب اليدوي زي ما انت حابة ما فيش مشكلة ننسيت كمان احط معلقة كبيرة من بشر البرتقان على اد اي بعد كده هنزب الخيط اللي هنضربته في الخلاط على مقونات الجفة وهنقلب كويس جدا في اتجاه واحد بس ما ننفعش نروح ونيجي عشان ما نقرقش الهوى طبعا في الوقت ده انا مولع الفرن بتاعتي على مية وتمانين الشبكة عندي في الرب الوسطاني لازم تكون الفرن سخنى على اقل عشر دايق قبل ما ندخل الكيكة ده القوام المظبوط اللي انا عايز اوصله لو الخليط طلعت قيل معايك عن كده ضيف له معلقتين من عصير البرتقان طبعا ما اتأكد بس ان دي كله تقلب وكده بقى الخليط جاهز معي بجيب بقى القلب بتاعي اي رسمة واي شكل زي ما انت حبه ده انتو كده مسحة من الزيت لو انت عندك سنية مدورة هتكون مقاس اتنين وعشرين هنزب الخليط بتاعي كله بالشكل ده وبساوي كويس جدا خبطتين كده علشان اخرج الهوى الزيادة وبدأ خلو الفرن زي ما اتفقنا على مية وتمانين الرف الوسطاني بيوت حوالي الساعة اللي رب مش هفتح عليه قبل كده خالص علشان ما تهبطش مني شايفين ماشا الله اشرك لها حلو جدا واللونها حلو جدا طبعا اختبرتها وهي في الفرن وتلات معي الخلة نظيفة بالشكل ده هغطيها حوالي ربع ساعتها ده شوية وبعد كده هرجع علشان نقطعها مع بعض مش بحب اقطع الكيك وهو سخن انه بيفرول معي قلبته في طبق تاني علشان اقدر اقدمه كده بالشكل ده وقدر اقطعه بالسكينة برحتي وهزينه كده بشرائح البرتقان بالشكل ده عايز اقول لكم بجد ريحتها جميلة جدا جدا يعني من حاجات اللي انا بحبها قوي ندى بقى نقطعها مع بعض عشان اواريكم شكلها من جوة شايفين ما شاء الله قد ايه هي هشة وخفيفة ومرتفعة وكمان لونها فاتحة جدا عملناها مع بعض مقادير بسيطة خالص من غير لبيض ولا لبن وبجد رهيبة طعمها طحفة جدا جدا بجد جميلة جربيها وكمان ما تنسيش تجربي كيك تليوس في اللي احنا عملناها قبل كده برضو من غير البيض ولا لبن وعايز اعرف رأيك في اللي اتنين متنسوش بقى لايك وشير للفيديو اشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامة